اهلا بكم مشاهدي الكرام التفاصيل التقى رئيس السيسي خلال زيارته الحالية لواشنطن رئيس مجلس نواب الامريكي بوراين وعددا من النواب داخل مبنى الكونغرس كما عقد السيسي عددا من اللقاءة الاخرى بينها لقاء مع رئيس لجنة الاستخبارات ديفن نونز ورئيس لجنة شؤون الخارجية ايرايز فضلا عن لقاء زعيم الاغلبية الجمهورية بمجلس الشيخ الامريكي السيناتر ميتش ماكوناو قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ان اللقاء الرئيسين السيسي وترامب كان تاريخيا وان العلاقة بين مصر والولايات المتحدة عادت الى سابق عهدها جاء ذلك خلال حديث للوزيرة مع شبكة فوكس نيوز الامريكية قالت فيه كذلك انه من المهم تسليط ضوء على ان البلدين لديهما مصالح مشتركة ابرزها مكافحة الارهاب يعقد مجلس الامني دولي غدا اجتماعا طارئا لبحث هجوم يشتبه انه كيميائي استهدف مدينة خان شيخون بمحافظة ادلب شماليا سوريا وبينما اتهم الدفاع المدني في ادلب طيران الحربية بتنفيذ الهجوم الذي اسفر عن مقتل واصابة المئات فقد نفى مصدر بالجيش السوري استهداف المدينة بالاسلحة الكيميائية قرر مجلس النواب الليبي بالاجماع العودة الى طاولة المفاوضات بشروط تتضمن هيكلة المجلس الرئاسي بحيث يتكون من ثلاثة اشخاص على ان يكون تشكيل الحكومة خارج نطاق هؤلاء ثلاثة وتضمنت شروط كذلك توسعة نطاق مجلس الدولة الليبي وان ترعى الامم المتحدة والجامعة العربية الحوار الليبي كما اصدر المجلس توسيطا للجنة الامن القومي بالبرلمان الليبي بالتواصل مع العسكريين بالمنطقة الجنوبية والغربية لتوحيد الجيش الليبي في امان الله